اشتركوا في القناة سواء صعودا او هبوطا وفي حال اختراكه صعودا والاستقرار اعلى الى المستوية الم informações واحد من المتوقع ان يمتد ارتفاع الأشرة دولار الى المستوى المثلاثة على المدى المتوسط وتظل النظر الشرائية قائمة في حال تحقق تلك الشروط اما في حال الكسر والاستقرار الواضح اسفل مستويات التسعة وتسعين فصلا اثنين واربعين من متوقع ان يستمر التراجع الى المستوى التمانية وتسعين فصلا اثنين وتمانين ولكن هذا سيناريو سيكون على المدى القصير فكت مع ملاحظة وجود طلب قوية عند هذا النطاق نراكب مؤشر الدولار عند هذا النطاق لتحديد الاتجاه القادم ولذلك سيكون كسر هذا النطاق نقطة محورية في تحديد اتجاه مؤشر الدولار الامريكي وان كانت النظرة الشرائية هي المسيطرة على المدى المتوسط اما بنزل تدولات اليورو دولار وبالفعل ارتد الزوج اليورو دولار من منطقة الطلب القوية قرابة المسيحات الواحد فاصلة سفر تمنمية وعشرة لاجرح حاليا تدولاته عند المسيحات الواحد فاصلة سفر تسعمية وستاشر من المتوقع ان يواصل اليورو ارتفاعه قرابة المسيحات الواحد فاصلة عشرة التي تمثل مستويات مقومة قوية جدا على الاطار الزمني اليومي وعلى المدى الطويل تزل ايضا النظر الحياة دي قائمة بالسكرارة الدولات بين المسيحات الواحد فاصلة سفر سبعمائة وخمسة وستين والمسيحات الواحد فاصلة عشرة. الجديد بالذكر ان اليورو تركب بيانات هامة جدا وهي بيانات مؤشرات مدراء المشترات من يوم الخميس المقبل والتي سوف تكون عامل اساسي في تحديد اتجاه اليورو خلال الفترة المقبلة وبعد صدور تلك البيانات نعلق على توجهات اليورو دولار خلال الفترة المقبلة اما بالنسبة لتدولات السليني دولار والذي استطاع التعافي من قرابة الحد السفل للقناة السعرية على هابط على الاطار الزمني لاربع ساعات ولكن على المدى الاطول لزمنا نلاحظ اعادة الاختبار لخط العنق للموزج الكم والمزدوج على الاطار الزمني اليومي كما اشرت في الفيديو الصادر بالامس بان المستويات الواحد فاصلة اتنين وعشرين اربعين خمسين ستكون نهية الفيصل في تحديد اتجاه السليني دولار من المتوقع انه في حالة الاستقرار اعلى تلك المستويات ان يمتد التعافي الحالي الى المستويات الواحد فاصلة تلاتة وعشرين اربعين سيكون لدينا كسر واضح لقناة السعرية الهابطة اما في حال فشل الزوج في الاستقرار اعلى تلك المستويات من متوقع ان يستقنف تراجعه مرة اخرى ولكن البيع سيكون باعادة التداول داخل الكنال السعرية الهابطة باستهداف المستوى تولا 1.20 70 مرة اخرى ومستوى تولا 1.19. اما بالنسبة الاسعار للمعدن الاسفر والذي يسجل اعلى مستوى بالامس مع افتتاح الاسواق واعلى مستوى منذ 2012 شهد بعض عمليات جني الارباح راجل حاليا تدوله عند المستوى تولا 1736 دولار للانصة مع ملخزة بان اعادة اختبار والنجاح في ارتداد من الحد العلوي لنموذج المثلث المتماثل المكسور سيكون فرصة قوية لاعادة بناء تمركزات شرائية باستهداف المستوى 1800 دولار لانصة ولذلك تمثل مستويات 1720 و 1730 مناطق هامة قوية جدا لبناء تمركزات شرائية على الذهب كانت هذه نظرة سريعة الاسواق تمنية لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته